سهل الخير اهلا بكم في قناة دكتور كاد اه معكم ياسر سيد. ما زلنا مستمرين في كورس باللغة العربية. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا 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 وهي حاجة سمارت جدا هي المودل اديتور. طيب ايه هي المودل اديتور دي وبتعمل ايه في الاول كل اللي شاف شوية الالوان اللي انا حطها دي احب بس اقول الحراكة ان هي بتتغير ببساطة جدا. الاتنين ويندو لان قفلتهم دول بيجوا منين بيجي من ومن درولست اقول له اه 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 طلع الويندو دي. هعلم عن اللي انا عايزه واغير اللون بتاعي بمنتهى البساطة. فاش اي صوبة. طيب تمام نيجي بقى للمهمة بتاعنا ديت ممكن تفضل معانا هنا. عادي كده هتبقى ان شاء الله من الاساسيات في اللي هتبقى مفتوحة قدام حضرتك. طيب ايه المودل اديتور دي المودل اديتور ديت بتجي من هنا. هي دي الايكونة بتاعت. هدوس عليها واعلم عن اللي انا عايزه. ومش هتشتغل معي لو انا انفع على السهم. يا هي يا السهم. مش هينفعوا الاتنين اشتغلوا مع بعض. طيب. اعمل بها ايه المودل اديتور دي. لأ حضرتك تعمل بها كل حاجة. تعمل بها الموف. وتعمل بها الروتيت. وتعمل بها تقدر تعمل بها لحضرتك عايزه. طيب انت قاد بتعمل حاجات كده انا مش فاهم اللي انت بتعمله ده. عايزك تفهمني. طيب. اول الحاجة قلنا موف. لو انا عايزة اعمل لها موف. اعمل ازاي? لو انا عايزة استحرك كده في اتجاه كده. عشر تلاف. هاجي من هنا. اروح هيلو باي سبيس نورس عشر تلاف. في حاجة اسهل اه. فيه اجي. لما شغلت المودل اديتور. اروح اجي قريب من السهم. انا عايز احرك في الاتجاه ده. صح نعني تلات اتجاهات اهو عكسهم. عايز احرك في الاتجاه ده. اقرب عليه لحد ما ينور. اقول له انا عايز اتحرك والله عشرة الاف. يقول له عايز تشوف الاول اقول له دوس هو ده اللي انت عايز تتحرك له اه هو ده. اروح اجيس اوكي. خلص الموضوع. طب عايز في الاتجاه التاني. او من هنا كده. عايز اتحرك عكس السا. نفس الكلام بقى في الاكس. اروح اجيس ايه مسلا? سالب خمس تاليف. هو ده اه اوكي. طيب. طب في روتيت اه في روتيت. مسلا عندي البمب ده كده. طبعا احنا كنا مغايرين ها. هي اكيد مش كده. هي اصلا. طيب عايز الفها بتشكل سهل كده وبسيط وبسرعة. اروح اجيه هنا. على محور دوران ده اروح ملاففها كده. بس. طيب حضرتك بقى اخد بالك وهو بيلف. هو قاعد بيقولك انت بتلف على كم درجة? وانت وصلت لحد زاوية تسعين ولا? اولا ما وصلت زاوية تسعين قالك اخد بالك والسان بقى على الوسطى خلاص. عايز ده? اه عايز ده. لو عايز كده برحتك خالص. فده بقى معنا الروتيت. طيب. خلينا نقول ان التانك ده. طلع بالرصة فده غلط. ارجعه ازاي وببساطة. في العادي ان انا هقيس المسافة ديت. بعد كده هقول له باي ساوس المسافة اللي انا اقس ده. طيب في حاجة اسهل اه. فيك ان انا اشغل بتاعتي. هو المفروض هيتحرك فين? هيتحرك كده. هيتحرك نورس ساوس. طيب اروح جاي على. على بتاع الوي ده. لحد ده ما يانور يبقى اكتيفي. اروح دايس عليه كليك يمين. وقول له. اعمل لي. واروح جاي هنا كده. وقول له مع النقطة دي. هو مستنيني اقول له معي. اروح جاي هنا واقف عن النقطة دي. قل له كده اقول له كده. واروح بمنتهى البساطة. فيش اسهل من كده. طيب خلينا نقول حاجة. يعني اصعب شوية خلينا نقول. ان مسلا النقطة دي مسلا وليكن مسلا اي نقطة في دي. نقطة تانية خالص. هي مع نقطة هنا. ازاي الكلام ده? يعني هو ماسك من نقطة معينة. انا عايز اغير المكان الجريب اللي ما سيجبين. فاكر حضرتك. ادي طم في اه في السلندر او في هو نفس الكلام. طب اغير ازاي اللي انا مسك منه. فعلى اي اكس بقى. ينور او دايس كليك يمين. انا اغير لي المسكة بتاعتي. واقف على اي كده هو هيروح ايه? مع اه. عليش هو سعب بيعلق. تمام? اقول له والله النقطة دي مع النقطة دي. اراح واقف هنا على اللي هو اللاين وراح جايه هنا. اقرب بس على قد ما قدر عشان ابقى دقيقة. بس هي لازم تمام? مع النقطة دي مسلا. اه اه خلص. بقت اللاين. طب خلينا نقول حاجة اصعب شوية. طيب تمام لو انا بقى عايز احرك جزء مسلا. وليكن للنوزل دي الوحدة. اعملها كده او 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 اطلعها فوق شوية. اعمل ايه? اروح دايس كليكي مين في اي حتة فاضية في واقول له. وادوس على النوزل بتاعتي. قال ايه لسه معلمها ليش? لأ ده اعلم لي على كده وفيش وايه حاجات تانية. لأ انا عايز نوزل لوحدة. اف كليكي مين تاني. وارح دايس على النوزل. اه كده اعلم عن النوزل لوحدة. وتأكدت من بتاعتي. عايز احركها لوحدة? اهي. فيش مشكلة خالص. موضوع بسيط جدا. واجبها كده. زي ما انا عايز. وممكن اعمل لها روتيت مثلا خمسة واربعين درجة. طيب لو انا عايز حاجة محددة. اروح واقف على بتاعي. وقول له كليكي مين وادخل لكي ما اللي انا عايزها براحتي خلص. دي من اهم واحلى اللي موجودة في بس في حاجة. انه ممكن حضراك تبقى عايز تحرك النوزل. تلاقي حضراك حرقت الباب كاملة. ودي مشكلة وكرسة في المشروع. فبس هي جميلة جدا ومهمة. وسمارت جدا بس هي عايزة تركيز شوية. شكرا لحضراتكم جدا. واتمنى الفيديو يكون عجبكم النهاردة. واسف لو انا اتأخرت بجد في الفيديوهات اللي فاتت. ان انا طولت عبالة منازل الفيديوهات النهاردة. ومع الف سامي.